اشتركوا في القناة اصرار دايماً قرارك نفض غبار الوهم عنك رتب وجهز كل حاجة واخد قرارك قم يلا واسعى وعاك تخاف من الفشل وتقول دي صعبة جرب وحاول اتعب نفسك بس مرة ابدأ حياتك من جديد فكر تكون ازاي سعيد صباح الخير على كل المشاهدين النهاردة انا معايا الاستاذ الاستاذة اسماء فتحي اخصائي تحليل طبية وصاحبة براند بيجي سكرة صباح الخير ازاي حضرتك الحمد لله تمام المجال اللي حضرتك درستي انت دخلت حبيت الطباقي عملي يعني فكرة بيجي سكرة ان انت حبيت الطباقي المجال التعليمي في المجال العملي فتقول لنا بقى ازاي بتديت الفكرة هو فكرة براند سكرة عموماً هو عبارة عن ناتشرا لبرودكت او منتجات طبيعية للبشرة والشعر والجسم بنحاول نهتم بكل حاجة ولكن من الطبيعي يعني بنحاول نبعد تماماً عن المركبات الكيميائية او البايو كيمستري عموماً يعني ونستبدلها بحاجات طبيعية تمام انا اللي اقصده ان الانسان مثلاً فينا بيتعلم بيتجه اتجاه من صغره انا ارسم انا مثلاً هقول شعر انا هغني انا كذا فحضرتك لما طلعتي بقتي اخصائي تحليل طبية استخدمتي فعلاً ان انت عايزة تعملي منتجات للبشرة في نفس مجالك بالنسبة انسة في نفس المجال التجميل ان انت تعملي المنتجات بالعلم طويل ما فيهاش بقى كيمويات او حاجة زي كده الفكرة جميلة ويريد كل كل النماذج المشرفة عندنا في مصر انه هما كل واحد في مجاله التعليمي يبدأ انه هو يشوق طريقه فعلاً بنفسه ما يستناش بقى انه هو مثلاً يتوظف او او لا انا اخش على طول اخد قراري زي ما الاستاذة اخلاص قالت اخد قرار رتب نفسك جهز رتب خد قرارك انا عايز اعرف بقى بالنسبة بقى ان احنا بنكلم في منتجات تجميل وحاجات تخص البشرة وكده انا عارف ان فيه انواع للبشرة اللي هي البشرة المختلطة والدهنية وفيه بقى بشرة عادية المنتجات دي بقى طبعاً مش كل منتج هياخد كل البشرة تستخدمه اه طبعاً هو عندنا كزا لين مش لين واحد بس وبنحاول نوفر لكل انواع البشرة يعني مش بشرة واحدة بس يعني في حاجة للبشرة العادية في حاجة للبشرة المختلطة في حاجة للبشرة الجفة على حسب نوع البشرة لازم نوازن ما بين كل الناس يعني حضرتك عاملة مجموعة للبشرة المختلطة أو مجموعة البشرة الدهنية والعادية يعني كل مثلا لما حدي بيتصل بيك أو بيكلمك بيكلمك على نوع بشرته وتمشي معا فعلا كسر بسأله بابدأ أطرح عليك كذا سؤال ومن هنا بابدأ أعرف نوع بشرتها إيه أو بشرته إيه يعني بابدأ أرشح بقى لها الحاجة اللي تناسب بشرتها جنقا على الحاجات أو الهيستوري اللي هي الداتولية تمامي برضو بالنسبة بقى طبعا بنتكلم في المجال كله بالنسبة بقى لتساقط الشعر لو حد مثلا كلمك قال ليك أنا عندي شعري بيتساقط هتدينه أي حاجة وخلاص ولا نبدأ بإيه الأول لا هو طبعا التساقط بيبقى ليه أسباب كتير جدا 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 مش حاجة واحدة ممكن حاجة تبقى أو الدور أو إن دور حاجة داخلية وحاجة خارجية فإحنا بنفضل أصلا قبل ما أروح أشتري أي منتج أو برودكت سواء بتاعي أو بتاع أي حد لازم بنعمل مثلا فحوصات قبل ما أروح للدكتور يعني أو أشتري أي منتج عندنا ستيب واحد واثنين أو الفحوصات دي ممكن أي حد يعملها يعني زي مثلا سي بي سي سورة الدم الفريتين مخزون الحديد في الجسم أو الآيرن أو الزينك أو الحاجات دي حاجات أساسية ممكن الواحد يعملها بناء عليها بقى لو النسب بتاعتها في النورمال رينج أو الطبيعي يبقى تمام ما بنتطرقش للستيب التاني لو فيها ما فيها مشكلة وما زالت المشكلة عندنا قائمة فبنبدأ بقى ندخل في حاجات تانية طبع الهرمونات نبدأ بقى نشوف الستيب التاني بقى في التحاليل أو كده زي فيتامين دال زي مثلا التوتال تستيرون الفريتستيرون كده يعني طيب إيه بقى اللي بيميز منتجات سكرة عن أي منتجات تاني يعني احنا عرفنا أن مثلا لو واحد بسيط لقيت تساكت في شعره هيروح يجيب حاجة للتساكت يعني مهمة أول نقطة اللي حضرتك أسرتيها أنه هو لأ أروح عمل تحليل الأول الدكتور يقولي هتاخد كذا 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 أبدأ أمشي على منهج علمي لذلك برضو تلاقي ناس اللي بتاخد حاجات للتساكت يعني أنا عجال للتساكت أجيب حاجات للتساكت ما بتفدنيش وبيفضل برضه شعري يتساكت بل ممكن يتضر أكتر أي علشان إحنا لازم نعرف الأول المشكلة علشان نقدر نعالجها فإحنا لو عرفنا المشكلة إيه هنبدأ نتبع خطوات طبيعية أو خطوات بسيطة جدا ونعالجها بالظبط كده طيب إيه بقى اللي بيميزك أنت أو المنتجات بتاع البيتش السكرة طبعا يا ريت تا يعرضوا لنا يعرضوا لنا اللوجو فإيه اللي بيميزك أنت إن حد يكلمك أو يقولك مثلا أنا محتاجي المنتج ده أنا خدته وعجبني وفدني أنا عايز أستخدمه تاني إيه اللي يميز بقى بيجي سكرة عن أي بقى مكان تاني أنا قبل ما أبدأ أصلا كنت محتاجة أعمل سيرش كتير قوي وعلشان أقدر أثبت نفسي من الأول على طول يعني من البداية على أرض الواقع يعني أنا خلاص قريدي بقيت في الفيلد أو كده فلازم إيه أثبت نفسي بداية بقى من إيه المنتجات المستوردة كلها بدأت أعمل مقارنات ما بين المنتج والشركات وده كله وبناء عليه بدأت أوظف الحاجات دي كلها في كواليتي مصري مية في المية وفي نفس الوقت السعر طبعا المنتجات المستوردة حاجة كسبينس في أغالية جدا فمش في متناول الكل ليميز براند سكرة إن المنتجات طبيعية مية في المية مصرية مية في المية وبتنافس الكواليتي بتاعتها المنتجات المستوردة وفي نفس الوقت على قد الإيد زي ما بيقولوا عن جميل قوي طب إيه بقى من تكرارك في الشغل وفي العمل إيه المنتج اللي أكتر طلب أكتر أكتر طلب بيطلب عندك في المنتجات بتاعتك إيه هي؟ هو أنا عندي أكتر من 30 منتج زي ما قلت لحضرتك فيه كازالين فهو ما شاء الله يعني كلهم كويسين قوي بس أنا يعني أحبيت عرض حاجات بسيطة كده طبعاً الوقت مش هيسعفنا قوي فمثلاً حاجة الشعر الشامبو الكونديشنر البلسم أو حمام الكريم أو الهيرمس السيرم الحاجات دي كلها كمجموعات عناية أو بكتج على بعضها كده كل الناس بيحب إنها تاخد المنتج بتاحها أغسل شعري بشامبو وبعدها عمل حمام كريم الحاجات دي كلها يبقى بتوظف صح لأنها كلها في نفس المكونات كل حاجة بتشتغل على حاجة معينة ففي الآخر يعني النتيجة بتبقى مرضية جداً للناس التملي مصر بيطلع منها نمازج جميلة جداً وديه فكرة برنامجنا إن زي أيوب القاضي كده لما حبي نفس المنتج الصيني فعمل كذا فأنا برضو عجبني الفكرة إن أنت كارين أنت برضو عملت دراسات ما بين بره وجوه والمنتجات الموجودة في السوق وحاولت تطلعي حاجة بجودة عالية وبسعر أقل اللي هو على قد الإيد ده جميلة لما ابتدتي بقى في المجال ده أنت مين دعمك مين أكتر حتى دعمك في المجال طبعاً أنا أحب من هنا من البرنامج إن أنا أوجه رسالة شكري طبعاً ومهما عملت مش هوفي حقهم أهلي والدي ووالدتي وجدتي وإخواتي كلهم أكتر ناس كانوا وقفوا جنبي وساعدوني وشجعوني أنا لولايهم طبعاً ما كنتش وصلت اللي أنا وصلت ليه فربنا يبارك فيهم ويديهم الصحة يا رب وطبعاً كل الناس اللي كانت بتديني بوزيتب انرجي أو بيقولولي كلام أنت شاطرة ما شاء الله هتوصلي طبعاً ده كله مقدر شنكره طبعاً ولو أي حد كان بيقول أي مثلاً كلام أو كده يعني كنت بعمله سلم واطلع عليه يعني يعني يديك يدفع إحباطية عشان تقفي أيوة فأنت كنت تتخطيها كنت بتخطيها كنت بعمله يعني إيه كأنه درجة من السلم علشان أطلع لله أنا عايزة بالنسبة لبيتجي سكرة هو يعني أنت عاملاه أنا عارف يعني حضرتك من محافظة بعيدة من أبو حمد من كاريا جوه كاريا جوه كاريا فإزاي أنت تخطيتي ده كله علشان توصلي بقى للكاهرة وأنا عارف كمان أنت بتبعاتي كمان منتجات شحن بر مصر أو بالزبط كده فإزاي تخطيتي أكيد فيه مشاكة جامدة جداً أنت وصلت اللي أنت فيه ده هو طبعاً ما فيش حاجة بتيجي من السهل كده أنا واحدة واحدة كل حاجة بتبدأ توضح قدام الواحد هو خلاص أنا قريدي بقيت في الفيلد فإيه المشكلة بقى يعني أوي نط يعني ليه ما دخلش وجازف يعني وطبعاً الموضوع محتاج شجاعة شوية أن الواحدة يتعامل مع شركات شحن حد يطل انتجات طلعت السعودية وراحت تركيا وراحت الإمارات راحت أكتر من دولة يعني ومشاء الله يعني ومازالت أثبتت جدرتها يعني فطبعاً الموضوع مش سهل قوي ولكن بالناس الأشخاص الكويسة المحيطين بينا وفي الأول في الآخر توفيق من ربنا طبعاً ونعمل بالله إيه بقى طموحك اللي عايزة توصلينه أخو أنا يعني بتمنى أن المنتج ده يبقى حاجة انترناشنال أو عالمية يعني وإن شاء الله بسعى لكده يعني إن أنا كل فترة بعمل برضو ريسيرش لنفسي تاني أو ريفرش ليا تاني والمنتجاتي علشان أقدر أوصل لأفضل مكانة يعني أنا بقى الوقت معاكي بيعدي بسرع وبجد الحلقة ما تكفيش أنت لازم تشرفينه كل فترة لازم تشرفينه تعرفينه الجديد من المنتجات سكرة كان معايا السيادة المشاهدين الأستاذ أسماء فتحي فتحي أخصائي تحرير الطبية من بلد السكرة انتظرونا في الفقرة المقبلة اشتركوا في القناة